رأي انت برضو يا عادل لي يا طايمور مش معنى يا سيدي يعني كل الناس بتشد شعرها من المصروف و المرتبات ما نزلتش كلهم مقراتين كده على المصروف وانت جاي الصبح بقهوة من ستارباكس وبتفطر دونالدز دونالدز؟ طب البلد يزعلك فيه؟ ما زعلنيش يا سيدي مزعلليش بس مرة من نفسي يعلن بلوق على نفسي وباعد مweekضيها معكبلدي من أولا الشهر خلاص يا أخي جان حموضة هالا객 حق بس احنا لو خدرنا نصرف كده مش هنطول حتى البلد بتقول كده بق بتغزήσي اليين انت عاملهم وبتقبض ومش عالف حكايتك ام عالا ب protons ايه الأداء ده؟ إيه الحركة دي بتاعت ماما مجدة الحركة دي أنا أعرفها؟ أه 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 بقيت زيها خلاص؟ أنا قصدي يعني إن اللي يشوف المدرسة من برة يشوف أولياء الأمور والعربات اللي بتيجت أخد العيال ما يقولش إن المرتبات كده طيب خلينا نتفق إن هو اتفاقهم معنا من الأول كان على الفلوس اللي إحنا بناخدها المصاليف بتاعتهم مش عالية يا طايمور وبعدين يعني يا أخي كفايا الأمور داخل المدرسة تشرح القلب إيه؟ بس الحياة صعب قوي يا عادل صح أنت بتتكلم صح بس كلنا في الهوى سوا بس إيه؟ نحمد ربنا مفيش ولا عيد ولا تيل ولا بامبرز مفيش حاجة أنت مسؤول منها يعني تصرف عليها يا عم طايمور لا كلنا مش في الهوى سوا فيه ناس بتيجي المدرسة هنا فصحة مش فارق معها المرتبات أصلا هم؟ هم؟ دة ولهوى زى مين مثلا يعني؟ دة ولهى زى ريهام أصلا هم؟ ريهام؟ هم؟ دى اللي هو ازاي يعني؟ هو اللي هو ازاي يعني؟ انت ما تعرفش ان ريهام تبقى انت سالحش اشتاوي ساحب اكبر شركة ماقولات في البلد لا 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 مش باين عليها خالص يا عامل تيجي ما بتجيش بعربية تيجي بمتسكلة قد كده تيجي بفيسبب لا ما هم الناس الاغنية اللي زي دول بحبوا البساطة يعني تلاقيهم بينزلوا على القهوي وسط البلد اكلتهم المفضلة كبدة ومخ يعني اللي احنا بنعمله بالغزب هم بيعملوا المزاجه لا 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 تلاقي الكلام ده لو صح يعني كانت اشتغلت في اهم مدرسة في مصر او كانت اشتغلت مع ابوها حتى لا ما هنون دام الناس بيحبوا يهدوا المهضة خطوة خطوة وتلاقي اصلا مصرفها مع عشر اضعاف المرتب عشر اضعاف المرتب ايه دام فيه ريهم فيه يا لهوي ده صفت لها رحمة يا بنتي حبيبي ياسف كنت مظلمك طلعت عينك على منامت ولا ايه للأسف اه بس البنت لزيزة مش كده اه لزيزة باباها كمان لزيز على فكرة مم بس انا استغربت قوي لما لقيتك عرضت عليه يعني وبقلب جامد ان البنت تفضل معاكي لحد اما يسافر ويرجع يعني معرفتي بيك انت خلق اجداء وملكيش في الاطفال وبعدين بصراحة عجبتني الطريقة اللي حلتي بيها المشكلة اللي بينها وبنسيتي وزي اقنعتيها انها تقعد وتاكل وتشرب وتنام وتفضل لحد اما بابا هيرجع من السفر شاكوية يا بنتي ده يجي ايه جنب المشاكل اللي بنشوفها كل يوم قلدودي دودي ها بتحل الخلافات ما بين العيال الصغيرة تخيالي ده غير بقى خلقات المدرسين ولغبطة الاسكادجول وكل ده بقى قوم ومشاكل المدرس المنافسة قوم تاني خالص ولازم مع كل ده ابقى مركزة جداً من شكل المدرسة يفضل كويس تابو انت مش خايفة تزهقي او تيجي في لحظة تحسي ان المشاكل اكبر من انك تحليها بصراحة مرعوبة بس في نفس الوقت فرحانة جداً المشاكل اللي احنا شفناها من الاول من المدرسة فاتحت تخلي اي حد يستسلم وما يقدرش يكمل ولا قد ما المشاكل دي خلتني يا احبط على قد ما هي خلتني اتأكد ان هو ده المشروع اللي انا مدورة عليه طول حياتي حاس ان كل باشن بتاعي كده جواه والاول مرة بحياتي اكون فخورة بنفسي كده انا كمان فخورة بيك وبابا وسيط ومازن وكارما طب بزمتك انا هبقى عايزة ايه من الدنيا دلوقتي ها تخيالي بقى راجاء بذات نفسها بتقولي انا فخورة بيك الله هو اكبر يا جماعة الله هو اكبر بس بقى ما تتغريش ما تسوقيش فيها الله باقولك ايه انا سايبالك حدة تشيزكي مش خصرف انا هروح تشيزكي انتي مش كنت هتعملي فانكي انا هروح اجب هادك اي حاجة اي حاجة اش مهم اش مهم اشتركوا في القناة